السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفع اتفاق يا الله يعطيكم الف عافية معكم عبير المحمدين من دفعة سمو وان شاء الله اليوم حكون معكم بشرح البارتي الثاني من محاضرة الاسبان الكورد تمام هالساعة في الجزء الثاني من المحاضرة هنحكي عن موضوع مختلف تماماً عن اللي قبله مشكلة يعني مختلف بس يعني هو شوي هيك موضوع منفصل فحنيجي نحكي عن الاتوانميك نيرف سيستم تمام هالحين قبل ما نعرف انه هو ايش هو الاتوانميك نيرف سيستم بدنا نعرف انه اصلاً الجهاز العصبي او النيرف سيستم عندنا بالجسم كيف بيتم تقسيمه تمام فلو بدنا نيجي احنا يعني نقسم الجهاز العصبي بنحكي انه بنحكي انه النيرف سيستم بتقسم الى جزء صح اول اشي هو سنترل نيرف سيستم في عندنا البريفرال نيرف سيستم تمام ايش هو سنترل نيرف سيستم هو البرين والسبانل كورد الدماغ والحبل الشوكي الحين اي تفرع طالع من البرين او من السبانل كورد بنسميهم ايش بنسميه البريفرال نيرف سيستم ومعناها انه البريفرال نيرف سيستم هو عبارة عن ايش هو عبارة عن كرينيال نيرف مع سبانل نيرف شو معنى كرينيال نيرف شو معنى سبانل نيرف معناها الاعصاب اللي طلعت من الكرينيوم شو يعني طلعت من الكرينيوم معناها اصلها من البرين يعني هي هاي الاعصاب اللي تفرعت من البرين اوكي وهي طلعت خارج عن البرين فهي peripheral نفس الاشي بالنسبة للspinal فأنا بكون في عندي الspinal cord زي هيك وفي عندي أعصاب كثير طالعة منه على امتداده تمام هاي الأعصاب كونها متفرعة من هذا الspinal cord فمسميها ايش وتعتبر جزء من ايش من الجهاز العصبي الطرفي تمام حسا الperipheral nervous system احنا منقسمه شوي بطريقة مختلفة فمنقسمك التالي في عندي اشي بسمي l-afferent nervous system وفي عندي اشي بسمي اللي هو l-afferent nervous system شو معنى afferent شو معنى afferent afferent معناها انه بيكون لمكان ويروح لمكان ثاني بس ايش هو المكان اللي بروح فيه ايش هو المكان اللي بيكون فيه وايش هو المكان اللي بروح لإله هو بتكون اشارة جيتني من جزء طرفي من الجسم ورايحة ل central nervous system اوكي الرايحة للbrain او ال spinal cord هاي ايش نسميه ايش نسميه afferent اوكي يعني هو كان في جزء طرفي من الجسم مثلا حدا مسك وردة وشمها اوكي فانه مثلا كيف احنا مننعرف ايش هي ريحة هاي الوردة حتنتقل هاي السيجنالز عن طريق ال peripheral nerves مساميها afferent nerves والله وين بتروح بتروح لل central nervous system وهناك مننطق مننقل هاي الاشارات لحدنا نوصل على الbrain على الجزء المسؤول عن الحاسة هاي وساعدها الواحد انه بدرك الريحة اللي هو شمها وهل هي متعلقة باشي شمه قبل او لا او هاي القصص هاي تمنسميها afferent afferent معناها انه بتكون بجزء طرفي من الجسم وبتنتقل هاي الاشارة او الاشارات اللي بتكون هذيك المنطقة مننقلها للجهاز العصبي عشان ندركها فلو منن يجي نسمي الافرنت باشي ثاني باشي ثاني بساميه sensory اوكي فهو الحسي اللي احنا مثلا منحس بحرارة شغلة فحيك يعني اما الافرنت اوكي فهي اشارات بتنتقل من الbrain او ال spinal cord يعني من central nervous system وبعدين بتروح لعضو طرفي اوكي عشان تتحكم فيه اوكي العضو طرفي قد يكون skeletal muscle قد يكون blood vessel قد تكون lung مثلا قد تكون ال power او ال intestines كل هاي الاشياء تمام فالحين الافرنت nervous system ما حنحكي عنه اوكي هو حرفية مش موضوعنا احنا موضوعنا اللي هو الافرنت nervous system فالافرنت nervous system منسميه برضو ايش منسميه الموتر اوكي بس هل هذا هل هذا يعني انه فقط متعلق بالموتر activity للجسم يعني هل هو فقط متعلق بالجزء الحركي من الجسم لا بس هي انه بالغالب افرنت اوكي اكثر اشي حرفيا بيشتغل عليه الافرنت استيميليشن هي skeletal muscles او هذا الاشي اللي احنا اكثر اشي منلاحظه عشانك ما يحكي عنه كمان موتر اوكي بس يعني هسا حنشوف انه لا مش كل اشي يعني بالأفرنت nervous system مع العلاقة بالسكيليت الموصل تمام المهم يعني هي موتر اللي انها مش متعلقة بسينسيشن however الافرنت nervous system اللي هو اشارة بتجيني من الbrain او اسمان الكورت او من central nervous system وتروح على جزء طرفي للجسم عشان تتحكم فيه من قسمه برضو الى تقسيمة ثانية بقسمه الى autonomic nervous system و الى ايش الى somatic nervous system تمام طعم الحين السوماتيك nervous system هذا ما الا فيه هسا لانه هذا متعلق بايش هذا متعلق بالستيميليشن لل contracture of what of the skeletal muscle هو متعلق بانقباضات العضلات الهيكلية فهذا احنا ما انا علاقة فيه حاليا احنا بنيجي نحكي عن مين احنا بنيجي نحكي عن الautonomic nervous system والهو مختص بايش مختص بال unvoluntary control لأعضاء جسمنا يعني بالحر اللا ارادي لأجزاء من جسمنا يعني مثلا لما نحكي عن الصوماتيك فانا اذا بدي احرك ايدي بدي امشي انه انا التبعي موجود على هذا العضو فانا بقدر اتحكم بعضلات الهيكلية ولكن لما نكون نحكي عن هو غالبا بيكون متعلق بايش غالبا بيكون متعلق ب الحركات اللا ارادي اللي انا ما عندي عليها اي كنترول فهذا هو شغل الاطوانوميك نيرف السيستم الاشياء اللي انا ما عندي عليها اي كنترول وكي وغاست هنجح نتعرف عن كل هاي الاشياء يعني اذا ما حدا كان بعرفها يعني كل احوال يعني المهم فالاطوانوميك نيرف السيستم حاليا كمان هنقسمه كمان تقسيم تاني هنقسمه الى Sympathetic و Parasympathetic اوكي اوكي السيmpathetic هيكون متعلق برد فعل معين من الجسم منسميه او في حالات منسميها Fight and Flight اوكي Fight and Flight اوكي الparasympathetic حيكون متعلق بحالة معينة منسميه Rest and Orgest اوكي فركاب سريع لحتم انه هسا كمان ندخل بشرح متعمق على الموضوع بس احنا لازم نفهم عن حرفيا كيف الجهاز العصبي بتقسم تمام فنرجع نعيد سريعة انه احنا عنا الجهاز العصبي اوكي الجهاز العصبي منقسمه الى جزئين central nervous system اللي هو عبارة عن brain والspinal cord فقط واي اشي بطلع من brain والspinal cord بسميه ايش بسميه peripheral nervous system الحين فمثال لهم ايش مثال لهم cranial nerves والspinal nervous سمام الحين peripheral nervous system كمان نرجع من قسمه الحين العصاب الطرفية هاي اللي بتكون موجودة عنا في الجسم منها بتحكم منها بيكون جاي او بنقل اشارات من الجهاز العصبي المركزي يعني بنقل اشارات من brain والspinal cord وبوديهم لأعضاء طرفية مثل او ايش بنسميه هذا بنسميه l-afferent nervous system او motor nervous system والجزء الثاني هو اللي بنقل اشارات من أعضاء طرفية وبوديها للcentral nervous system عساس ان احنا ندرك هاي الاشارات فغالي بتكون نسميها l-afferent nervous system او نسميها اللي هو بيكون اشارات بتنتقل من central nervous system للبريفرال او لأعضاء الطرفية من قسمه الى جزئان من قسمه الى somatic nervous system اللي هو متعلق بالسكليتا المسلز متعلق بالانقباضات العضلات الهيكلية والautonomic nervous system المتعلق بالنفولنتري كنترول لأعضاء جسمنا مثلا انقباض القلب انا ما عندي علي كنترول مين بتحكم فيه الautonomic nervous system البلد بيزلز الفيزو كونستركشن الفيز داليشن بالنسبة للبرونكو برونكو كونستركشن برونكو داليشن مثلا حركة الباولز حركة الانتستنز السفينكترز الموجودة مثلا في 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 الوريني البلدر او حتى مثلا في الانتستنز كل هاي الاشياء مين بتحكم فيها الautonomic nervous system بس السفينكترز لأ كونوسكليت المصرز ممكن يكون لهم علاقة ب voluntary control بس هو برز يعني فيئ لهم برضو الفيئ لهم autonomic كمان فالautonomic اوكي نرجع نقسمه الى sympathetic و parasympathetic sympathetic باي حالة بيكون هو الشغال او باي حال هو بيكون dominant بstate بنسميه fight and flight وبالنسبة لل parasympathetic بيكون باي state من حياتنا بيكون شغال بحالة risk and digest تمام تمام مهم جدا نكون فاهمين هاي التقسيمة هكثير هسهل علينا تمام هسا نرجع هون ونتعرف على الautonomic nervous system تمام هسا اول شي بقولونا يا انه الautonomic nervous system the efferent the efferent division of peripheral nervous system is communication link by which the central nervous system controls muscles and glands تمام تمام ما معنى هذه الجملة ام اوكي هسا بداية حقولنا ان هي efferent division اوكي وقبل شو يحكينا شو معنى كلمة efferent يعني ان هي عبارة عن signals او الautonomic nervous system بكون حامل signals تجيني من central nervous system ورايحة لأورغن معين على اساس انها تتحكم فيه تمام تمام طبعا انتقال هاي الاشارة بتكون عبارة عن peripheral nervous تمام تمام لحد ما نوصل للأورغن اوكي هذا الأورغن ممكن يكون عبارة عن مسل ممكن يكون عبارة عن نجلعط فبدي اعرف بالاول انه الautonomic nervous system اوكي متعلق او هو عبارة عن efferent division efferent division معناها بنقل لإشارات من central nervous system لأعضاء طرفية عن طريق ايش اللي هو peripheral nervous اوكي عن طريق الperipheral nervous system اوكي فبحكونا هون انه هو عبارة الautonomic nervous system هو عبارة عن تفرع زي ما حكينا عبارة عن تفرع تفرع من مين تفرع من peripheral nervous system تمام اوكي هو تفرع من peripheral nervous system وعبارة عن communication اوكي بوصل ما بين central nervous system كونه efferent تمام لحتى يتحكم بعضو طرفي والي هو عبارة عن مين المسلز اوكي هسا the central nervous system regulate these effectors by initiating an action potential in the cell bodies of efferentine neurons whose axons terminates in these organs تمام تمام شو معنا هذا الاشي الحين هنفرض مثلا انه اوكي احنا هون عنا الbrain تمام وهون في عندي ال spinal cord نازل منه اوكي اوكي وهون في عننا العصب الطرفي وهون مثلا عننا gland معينة بدنا نتحكم فيها مثلا بدنا نزيد افراز الانسولين تمام تمام الحين الاشارة كيف بتنتقل عننا حرفيا مين command center عننا في جسمنا الbrain مين العضو المسؤول عن تنظيم كل تفاصيل الجسم الbrain فلما يحس الجسم او الbrain خصيصا انه حاليا عندنا مثلا كمية جلوكوز عالية في الجسم تمام تمام تنتقل اشارات من الbrain عن طريق طب كيف طريق تنتقل اشارات من الbrain تنزل لالسباين كورد تمام الحين شو هز اوكي تنزل لوي تنزل لالسباين كورد تمام الالية اللي بتنتقل فيها هاي الاشارات عبارة عن ايش عبارة عن action potential ما احنا اصلا زمان شرحناها انه احنا الطريقة اللي بتيجي او الطريقة اللي بتسلم فيها الاعصاب المعلومات عبارة عن action potential تمام تمام فبنتقل الاشارة من البرين لالسباين الكورد لحد منوصل هون اوكي هون ساعتها مننتقل للبريفرال نيرفي سيستم مننتقل للبريفرال نيرفي سيستم فمن السباين الكورد بتنتقل هاي الاشارة لعصب الطرفي بريفرال نيرون لحد ما انه يجي بالنهاية يغذيلي هاي الكلاند ونفهم انه you have to increase the release of insulin تمام انتي حاليا لازم انت تزيد افراز الانسولين او مثلا اذا كانت اشارة مختلفة احنا حاليا بننقل الافراز الانسولين او مثلا لو كنا بنحكي عن blood vessel فاحنا حاليا بدنا نعمل vasodulation اوكي فهي هيك بتكون فهي عبارة عن اشارات بيتحكم فيها مين او مين بنقولها بشكل الاساسي central nervous system بعمل action potential اوكي عشان يقدر يوصل المعلومات لل organ هذا انه مثلا احنا بدنا تطيق تتوسع تفرز مادة كذا هكذا الحين الاطوانيبك نيرفز سيستم او عليها كنترول او اول هي مثلا اول هي مثلا لها لها مساهمات فيه وعبارة عن spinal cord brain stem hypothalamus وال limbic cortex حين حكي شغلة ما بعرف اذا انتو بتعرفوها صراحة بس تعرفوا مثلا احنا حاليا من الاشياء اللي بتتحكم بالتنفس او بالventilation عننا بالجسم اشي بنسمي respiratory center اوكي هذا بس respiratory center وين موجود موجود بال brain stem اوكي الحين احنا لما نجي نتنفس هل انا بتنفس بموضوع voluntary لا يعني حتى لو حاولت اكتم نفسي بالنهاية حرجعت نفسه لانه الموضوع الموضوع we have to keep breathing يعني حرفيا انت ما حتقدر تكتب نفسك انا ما حتقدر تموت حالك بس يعني هي الفكرة وين الفكرة انه هو ال diletation اللي بيصير على على وهاي الامور احنا ما اننا علاقة فيها تمام طب مين بتحكم فيها حرفيا هاي اوكي centers بنسميها respiratory centers وين بتكون موجودة موجودة بال brain stem نفس الاشي عنا القلب نفس ال centers هاي بس موجودة ما بعرف الموجودة بال brain stem او بمكان ثاني بس المهم احنا لكل وظيفة عنا بجسمنا اوكي فيها مكان متعلق طبعا هو اكيد بال automatic nervous system لو كانت هي عن جد التحكم فيها عن طريقه وبيكون هو هو المستلم هاي الشغلة هو اللي بيحكم هو اللي بتحكم فيها فمثلا يعني مثلا على هاي الامور انه هذا respiratory center لما يحس انه مثلا CO2 قل منصير نزيد الventilation اوكي منصير CO2 زاد قصدي لما نحس انه CO2 زاد منصير نزيد الventilation عشان نتخلص من CO2 هذا الموجود عنا تمام ما هي احد ال ideas الحين ال otonomic nervous system اوكي لما يبعمل innervation بعمل innervation لل cardiac muscles لل smooth muscles لل exocrine glands and some endocrine glands and deposed tissue تمام فهي هي الاشياء اللي ال otonomic nervous system فهي له عليها control تمام اوكي ننتقل هنا الحين زي ما حكينا انه ال otonomic nervous system اوكي من قسمه الى تقسيم تاريسيات والهما بارة عن sympathetic nervous system والparasympathetic nervous system اللي هو sympathetic اللي هو كنا يحكي عنه fight and flight والparasympathetic western digest فهي بارة عن تقسيم تان حالين حليجي نعرف السيباتاتيك لما يصير له stimulation ايش حيصير في الجسم والparasympathetic لما يصير له stimulation ايش حيصير في الجسم بس حرفيا نكون فهمين فكرة معينة عشان تسهل علينا لقدام انه بالمجمل بالمجمل الparasympathetic و السيباتاتيك بيشتغلوا عكس بعض تمام بالمجمل حسنا بنيجي نعرف انه تقسيمة هذا الautonomic nervous system يعني النيورونات فيه كيف بيكون شكلها طب كيف بيكون التوصيل بينها الآن حنيجي نتعرف عليهم الحين الautonomic nerve pathway بتكون من كم يورون من 2 يورون اوكي اوكي يعني انا من عند نقطة الـ center اللي حكيت عنه هون يعني تنا كنا حكينا هون انه في عندنا centers تمام تمام من ال center هاد لحد ما اوصل للأورجن اللي بدي اأثر عليه هيكون في عندي 2 يورون اوكي واحد حينقل من ال center وحيوديلي لهذا اللي هون اوكي وهون حيكون في عندي اشي مسميها اللي قانقليا وهون هطلع يعني انه هون النيورون من عند هاي القانقليا يودي لي للأورجن اللي احنا بننأثر عليه تمام تمام فزي ما حكينا هون في عندي structure كثير مهم اش مسميه القانقليا اوكي العصب اللي حيكون قبل هاي القانقليا اش بسميه اوكي قبل القانقليا فpre-ganglionic النيورون اوكي والعصب اللي حيكون بعد هاي القانقليا ايش هسميه هسميه post-ganglionic النيورون post-after الجانقليا اوكي تمام شو معنى كلمة الجانقليا اصلا اوكي الحين احنا لما يكون في عنا aggregation تجمع على السيلباديز اوكي او لا الأجزن لما يكون الأجزن مكون النيورون مكون من ايش النيورون مكون حرفيا من سيلبادي اوكي اللي بتكون فيه نواة بعدين اجزن وفي عنا هون تيرمينا تمام تمام الأجرقائشن تجمع مجموعة من هدول السيلباديز مع بعضهم في البريفرال نيربس سيستم بسميها جانقليون او جانقليا تمام تمام فاحنا هون بكون في عندي هاي الجانقليا جاية بالنص اوكي فانا هون في عندي السنتر اللي انا بحكي عنه سواء كان بريستم اللي بكورتكس او سبان الكورد او سواء ما ايش ما كان فاحنا قاعدين منحكي من نقطة الانطلاق حيكون في عندي وحيروح لمنطقة ريلي ريلي تقوية للإشارة بسميها ايش بسميها الجانقليا تمام تمام وهذا النيورن ايش هيكون في اسمه هيكون اسمه ال pre-ganglionic pre معناها before اوكي قبل الجانقليا اوكي هيك اسمه وبعدين بعد ما نعمل ريلي لهاي الإشارة قويها ونثبتها هتروح تنتقل لنيورن ورا تمام ايش هنسمي هذا النيورن مدام انه جاي بعد الجانقليا ايش هسميه هسميه ال post-ganglionic post-ganglionic after the ganglia اوكي اوكي وهذا النيورن هيروح يمسيك لهذه الإشارة هنوديها لهذا الورقين اللي احنا ملينا نشتغل عليه لحتى انه تصير ال signal او يصير ال effect اللي احنا بدنا اياه تمام تمام كنت احكي شغلة اوكي الحين في ال sympathetic وال parasy sympathetic nervous system كونه ال function انتبعهم اصلا مختلف هلاحظ انه في اختلافات ما بين هاي ال neurones الاثنتين يعني ال simbathetic و ال parasy sympathetic هيكون في عندي بس بال pathway تبعهم two neurons اوكي ولكن هنلاقي اختلافات فمثلا واحد هيكون اقصر والثاني هيكون اطول في نفس system اوكي والان حنجي نعرف كيف اوكي فزي ما حكينا هم عبارة عن كم عبارة عن two neurons اوكي اوكي is located in the center nervous system تمام تمام فزي ما حكينا انه انا هيكون في عندي هون ال center اللي انا بحكي عنه اللي هو عبارة عن جزء من center nervous system تمام تمام خلني اكتب بقلم احسن عشان لدلها موجودة هون عندي هذا ال center اللي حكينا عنه بفوق اللي حيكونه عبارة عن جزء من center nervous system تمام تمام موجودة موجودة هون وطالع ال axon لبرة اوكي اوكي طالع هيك ال axon لبرة هون هنلاقي ايش ال ganglia اوكي فالsilبة دي للاول neuron هيكون عبارة عن ايش هيكون عبارة عن او هيكون موجود وين هيكون موجود بال center nervous system سواء كان طالع من spinal cord سواء كان طالع من brain سواء وينما كان طالع من brain stem ازول برضو بنفس الفكرة يعني فا اوكي ال preganglionic fiber اللي هو هذا preganglion preganglion يعني قبل ال ganglia اوكي حيروح يعمل synapse مع السل body لل second order او second neuron اللي وين بيكون موجود السل body تبعه بالganglia اوكي اوكي فهون حيكون في عندي هاي هبارة عن ganglion خلني بس اللون هيك اوكي هاي ال ganglion وهاي السل body لل neuron الثاني حيكون موجود به هاي ال ganglion وبعدين حينقلي ل effector organ اوكي اوكي نعيد مرة ثانية تمام انا عندي هون segment اللي من center nervous system مثلا ما صح أكتلكم عن respiratory center حنحكي عنه حاليا اوكي respiratory center موجود موجود في brain stem اوكي اوكي فنفرض انه هذا عبارة عن respiratory center اوكي والموجود في brain stem تمام تمام حيكون في عندي ال neuron الاول اوكي ال neuron الاول زي ما حكينا او اي neuron بيكون مكون من sub body وبيكون مكون من axon تمام تمام السل بدي لهذا ال neuron الاول وين هيكون موجود؟ هيكون موجود بهذا السنتر يعني موجود بهذا السنتر عشان أصلاً منه هتنتقل للإشارة تمام؟ تمام بعدين حيروح يمسك هاي الإشارة وعن طريق الآجز انتبعه حيروح ينقلوا للقانجلي وحنا حكينا القانجلي عبارة عن إيش؟ القانجلي عبارة عن تجمع للسلباديز الموجود خارج السنتر النافسيستم بسميها إيش؟ بسميها القانجليا أوكي؟ فالقانجليا واحدة من السلباديز وهي بارانة جموال السلباديز واحدة من السلباديز الموجودة فيها بتكون خاصة بالنيورون الثاني اللي حمسك لي هاي السيجنال حيعمل ساينابس مع النيورون الأول اللي سميناه لبريغانجلينك وحيمسك ساينابس معه وحيروح إيش؟ يمسك هاي الإشارة وينقلها لحد من نروح للإفكتر أورجن وهناك يأثرل عليه تمام؟ وزل الفكرة أتمنى ذلك أوكي وهذا إيش سميناه لنيورون الثاني؟ الصميناه بوستغنجلينك قد يسميناه لبريغانجلينك أوكي؟ أوكي الحين بوستغنجلين فايبر بروح بأثر على مين على الأفكتر أورجن تمام الحين بدنا نعرف إنه السي climbsatic nervous system والparasympathetic nervous system من وين بيتفرعه؟ تمام؟ فبحكونا هون إنه السي fastest nerve fibers وين بتعمل origination؟ بالthoracic and lumbar between T1 and L2 regions of spinal cord شو معنى هاي الجملة نجح هون الحين من نفهم شغلة انه انا هاي في عندي مثلا هيك هال brain نازل منه spinal cord الحين spinal cord بكون مقسم الى تقصيبات according يعني مثلا هاي هون هيك حنلاحظ انه مثلا في عنا ام 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 ما اسميها segment فحلاقي اول segment هون ما اسميها cervical segment هاي من هون لهون ما اسميها cervical segment بعدين مثلا من هون لهون حنلاحظ ان هي اصلا في منطقة هي trunk او منطقة chest اوكي ما اسميها thoracic segment اوكي بعدين لا تحت حنلاقي هيك مثلا lumbar اوكي فحلاقي ان هي حوالين منطقة الخسر وهيك بعدين اخر شي حنلاقي هيش منطقة sacral اوكي واخر شي الكوكسيجيل اوكي هون موجود صغيرة وهو برعا يعني 2 nerfs واحد طالع من هون واحد طالع من هون اوكي هاويفر فمنطقة thoracic اوكي فيها كم او نيرف طالع هيكون طالع منها من T1 to T12 اوكي فيكون طالع منها او اطناعش من هون واؤناعش من هون ومنطقة lumbar فيها خمسة من هون وخمسة من هون اوكي اوكي فالsymbathetic nervous system اوكي 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 بطلع من T1 اوكي لا الالتو فهو بمر من T1 التي تولد والون والتو اوكي هاي هي المكان اللي هو بكون طالع منه تمام الحين most 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 sympathetic pre-ganglionic fibers are very short and synaptic bodies of post-ganglionic neuron within the ganglia that lie in sympathetic ganglion chain located along either side of the spinal cord and the post-ganglionic fibers originate in the ganglion chain and in the vector organ اوكي شو معنى هاي الفكرة حين تذكروا لما حكتلكم هون انه احنا في عنا اختلافات ما بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك هون اوكي انه في عنا اختلافات ما بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك من حيه فطول وحتى النيورو ترازميتر اللي بيصور له ليز ما بين النيورون الاول و النيورون الثاني اوكي من احد هاي الاختلافات اشي هنفرض حاليا احنا قادين نحكي عن السمباثاتيك اوكي هاي هون عندي النيان وهذا عبارة عن الجزء من central nervous system اوكي وهون في عنا اول اول نيورون اوكي هلاحظ انه اول نيورون هيكون قصير مقارنة هيكون قصير مقارنة بال second نيورون اللي هيكون كثير طويل اوكي اوكي فبيقولونا هون انه لما تكون نحكي عن السمباتيك نيرفل سيستم مصح نحكينا في هنا two نيورون اوكي النيورون الاول اللي يسمينا ال preganglionic بيكون قصير اوكي و يعني بيمشي ده بمسافة صغيرة وبعدين بعمل بعمل مع السلبا الموجود السلبا دي للنيورون الثاني الموجود بالganglia و بكمل النيورون الثاني هو اللي بيكون كثير طويل تمام تمام و زي ما حكت لكم نحكو نحطين فكرة ببالنا بالمجمل انه السمباتيك على عكس ال parasympathetic فحنلاحظ كمان انه في ال parasympathetic انه مثلا احنا عنا هون central nervous system اوكي هيكون في عندي النيورون الاول كثير طويل اوكي بعدين حلاق ال ganglia و هننزل هيك هلاحظ انه ال pre ganglionic كثير طويل وال post ganglionic كثير قصير طول الاقزن اوكي او طول الاقزن اوكي فهاي احد الاختلافات كمان ما بين السمباتيك وال parasympathetic فزي ما حكينا بالasympathetic nervous system من اي سيجمنت بيكون طالع من T1 2 T1 2 L2 و بيكون ال pre ganglionic في فيبر بيكون كثير قصير وال post ganglionic بيكون ايش بيكون طويل بالنسبة لل parasympathetic nervous system اوكي ال parasympathetic pre ganglionic fibers rise from cranial nerves اوكي 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 موجودة وين بالprane stem اوكي اوكي ومن من تمام بيسلو release بيسلو release من السacral areas اوكي of the central nervous system تمام تمام فشو الفكرة هاي الحين احنا نرجع مرة ثانية لرسمة البراين ايش البراين اوكي هيك هون في عنا هيك عشان البراين استم بعدين حننزل وحيكون النسبة نقول تمام الحين هاي المنطقة من هون بيسميها البراين استم اوكي بتكون مقسمة لثلاث اجزاء الميدبراين البونز والميدالة بلونغاتا هاي المنطقة بطلع منها الكرين النييرفز ما عدا اثنين يعني كل الكرين النييرفز ما عدا اثنين منهم الاول والثاني 2050 المهم اول تونيرف ما بطلع من هذه بيكون طلوعهم من البرين بحد ذاته المهم فبطلع منها ايش البرينيستام بطلع منها الكريني النيرف بشكل عام فنحكي هون انه البرينيستام وين بيكون اصله او البرينيستام وين بيكون السلبدي تبعهم السلبitte تبعهم بيكون طالع من الكريني النيرف اوكي اللي هي وين بتكون موجودة بالبرينيستام طب اي الكريني النيرف الثالث تمام اللي بنحكي له الاوكيوموتر والسابع الفيشيل والتاسع اللي هو عبارة عن قلوسوفرنجيل والعاشر اللي هو عبارة عن مين عبارة عن البيجل تمام فالسالث والسابع والتاسع والعاشر منه بالإضافة للساكرال area من هون آخر تقريبا منطقة في في منطقة الساكرال بيكون طالع منها 5 نيربز على هاي الجهة و 5 نيربز على هاي الجهة احنا من وين بنوخذ موخذ من ال S2 to S4 هيك من هون بيكون في عند البرسنباتل كمان بتفرع تمام فمن هاي المناطق هلاحظ انه السلبودي تبع البريغان جيلينيك النيورن موجود هناك وحكينا انه مثلا هايطلع من هون وحيكون كثير طويب وحيكون هون في عند الگانجليا وهون حيكون عند البو البوست البوست البيانجليينيك وحيكون هون في عندي الافكتر أورجن اللي بنشتغل عليه كثير جريب منها فزي ما حكينا these fibers are longer than the sympathetic pre-ganglinic fibers because they do not end until they reach the terminal ganglia that lies in or near the effector organ يعني بيقولكم هون انه ليه بيكون هو أطول لانه الگانجليا في الparasympathetic بتكون بعيدة شوي مو زي بالasympathetic بتكون قريبة من من السنتر اللي طلعت منه لا بتكون بعيدة وحنا بنعرف انه اول نيورن لازم ينتهي لما نوصل لعند الگانجليا لانه بالگانجليا حلاق السكندن نيورن بيستناها هناك فهي ما بتنتهي الا لما توصل للگانجليا فبتالي عشانك بتكون كثير طويلة والبوست جانجليا سيكون قصير تمام سيكون لانه قريب من الأفكتر أورجان تمام اوكي الحين حنيجي نحكي عن النيورو ترانزميترز اللي بيصرهم الريض لما يصير في عنا ساينابس ما بين الفرست نيورن والسكند نيورن بالasympathetic والبارasympathetic وحلاحظنا في اخترافات كمان تمام هزا أول شغلة بنحكيها عن الpre-ganglionic neuron اوكي اللي هو بيطلع من الـ central nervous system وبروح لوين للگانجليا عشان يعمل ساينابس مع السكندن نيورن الموجود هناك في السامباثetic والبارasympathetic الpre-ganglionic fiber بيعمل release للسيم نيورو ترانزميتر ويتش اس تايل كولين اوكي فبيعمل activating للنيكوتينيك ريسبترز اللي موجودة وين في الگانجليا اوكي حاليا بدنا نفهم شغلة عن قصة النيكوتينيك وهالأشياء تمام اوكي الحين كل النيورو ترانزميتر موجود عنا في جسمنا اوكي في ايرو مجموعة مستقبلات خاصة انها تستجيب لما يجي يرتبط فيها تمام تمام للأسيت الكولين اوكي للأسيت الكولين في عندي كم ريسبتر في عندي 2 ريسبترز اوكي واحد بسميه نيكوتينيك اوكي والثاني بسميه ايش ماسكرانيك اوكي نيكوتينيك ماسكرانيك اوكي اوكي النيكوتينيك وين بلاقيهم بلاقيهم فقط في منطقتين فقط في منطقتين بالجسم في القانجليا اوكي وين كمان بلاقيهم في السكليتال موسيلز سكليتال موسيلز احنا حاليا ما قلنا علاقة بالسكليتال موسيلز فمناش فيها بس اهم اشي نعرف انه الاستالكولين فيه له مستقبل بسميه نيكوتينيك ريسبترز وين بيكون موجود في القانجليا فقط تاني نوع من المسكرانيك ريسبتر طبعا فيه لهم اكثر من واحد كأنهم خمسة اوكي المسكرانيك ريسبتر يعني فيه ام وان ام تو ام ثري ام فور ام فايف يعني هيك القصد اوكي بس هم كلهم اسموا مسكرانيك المهم هذول بيكونوا موجودين بباقي الاعضاء اللي بتحكم فيها اللي هو البرسيباتيك نيرفي سيستم تمام طبعا فالبرسيباتيك نيرفي سيستم اوكي العائلة اللي بيشتغل عليها هي من سميها الكولينارجيك ريسبترز ومعنى كولينارجيك ريسبترز معنى هي بتستجيب لمين بتستجيب للأستالكولين والأستالكولين اوكي او هاي هي المستقبل اللي بتستجيب للأستالكولين عبارة عن نوعين فقط ايش هما النيكوتينيك ريسيبترز والمسكرانيك ريسيبترز النيكوتينيك ريسيبتر رايح حكنا منلاقيها بلاقيها في الجانجليا وبالسكليتر المسز باحنا مناش علاقة بالسكليتر المسز اللي علاقة بالجانجليا والمسكرانيك ريسيبترز هلاقيها بباقي الاعضاء يعني هلاقي اشي موجود في الباولز هلاقي اشي موجود مثلا في الهارت هلاقي اشي موجود مثلا في اللونغ هلاقي يعني في كل مكان هلاقي ماسكرانيك ريسيبتورز بلاقي بلادرز بلاقي بهاي المناطق الف uso فانو نيكوتنك بس blue مبيع loot بلاقيهم بباقي الاعضاء بس مستح Иهم لقى باقي الاعضاء نيكوتنك بالنسبة للسبابات Lite nadives هي علاقة بنوع الريسيبتورز اللي منسميهم الادرينالين والنور الادرينالين او منسميه الابنفرن الاندوبامين هذول الثلاث حين هذول الثلاث فيه لهم انواع ثاني من المستقبلات لهم الفا و بيتا فحن لما نجي نحكي عنهم حنحكي انه فيه المستقبل الفا 1 الفا 2 فيه عندي بيتا 1 بيتا 2 and so on فنفهم الفكرة العامة السمباتاتيك والبارا سمباتاتيك نيربس سيستم بصير لهم كل واحد منهم مريليز لنوع معين من النيورو ترازمتر تمام هاي النيورو ترازمتر سيكون لها مستقبلات معينة خاصة فيها ففي البارا سمباتاتيك نيربس سيستم حلاقي انه احنا غالبا غالبا نحكي عن الحين هنجي نحكي عن استثناء بس يعني غالبا احنا قاعدين نحكي عن استيلكولين هو اللي حيكون نيورو ترازمتر الاساسي فبدي احكي عن مستقبلات الاستيلكولين بسميها والكولينارجيك ريسيبتورز والكولينارجيك ريسيبتورز عبارة عن نوعين ماسكرانيك ونيكوتينيك النيكوتينيك بلقيها في مكانين الجانجيليا وفي السكليت المصلز السكليت المصلز ما إلي علاقة فيها كونها هي أصلا ما بتخضع لالكنترول أوتونيميك نيرف السيسم فاحنا نركز على الجانجيليا الماسكرانيك بلقيها بباقي الأورغنز اللي بتحكم فيها الparasympathetic nervous system بالنسبة للasympathetic nervous system فحلاقي إنهم فيهم عائلة الأدرينين نور أدرينين and dopamine هما اللي بيشتغلوا عليهم بالغالب بس بنا نستفيد الدوبامين نركز على اللي بينفرن وبرفرن هذول أحسن الدوبامين ملوش علاقة كثير بس يعني نركز بنفرن نور بنفرن أدرينين نور أدرينين نفس الإشي هايكون لهم نوعين من المستقبلات منسميهم آه طبعا نوع المستقبلات الادرينيرجيك ريسيبتورز الادرينيرجيك ريسيبتورز عبارة عن نوعين ألفا وبيتا وكل واحد لهم حيكون إلو سبتايب حلاقي ألفا وان ألفتو حلاقي بيتا وان بيتا تو and so on تمام هاي الفكرة العامة نازم نكون فاهمينها فلكن في عنا استفناء هنا إنه سواء إحنا قاعدين نحكي عن simbathetic أو parasimbathetic nervous system أولي نورن اللي بدون نقول الpre-ganeglionic neuron أو هو أول نورن بتنتقل بالسلسلة تبعة الـ auto-anmic nervous system اللي بتنتقل من الـ central nervous system لحد ما تروح توصل بالغانجلية لما يصل على الغانجلية حيعمل الغانجلية ليش؟ لايش؟ هيعمل لـ rleaze للأستالكولين طب ليه حيعمل للرعليز للأستالكولين؟ ليه ما عمل لأدرين؟ لأنه نحن حكينا الغانجلية فيها نوع واحد من المستقبلات والهم عبارة عن إيش؟ عبارة عن nicotinic receptors والnicotinic receptors بمن بيرتبطوا؟ بالأستالكولين فمعناها الاثنين المجبورين يفرزون للأستالكولين لانه نوع المستقبلات الوحيد الموجود بالقانجلي هو عبارة عن نيكوتينيكروسبتورز اللي بتستجي فقط للأسل كولين ولهذا السبب هنلاقي انه البريقانجلينك النيورونز الاثنين هيرطبطوا بمين؟ او هيفرزوا ايش لما يروح على القانجلي هيفرزوا الأسيتيال كولين تمام؟ تمام هاي هي شرح النقطة هاي تمام؟ فنجل حين عن البوستقانجلينك وهيك هيصير في عنا فصل ما بين السيمباتاتيك والباراسيمباتاتيك according للإفكت فحنلاحظ انه الباراسيمباتاتيك البريقانجلينك فيبر هيفرز الأسل كولين تمام؟ ليه؟ عشان يعمل اكتيباتيك للمسكرانيكروسبتورز طب ليه ما حكيت للنيكوتينيكروسبتورز؟ لاننا أوريدي أوريدي حكيت انه النيكوتينيكروسبتورز موجودة في مكان الاسكليت المسلس والقانجليا والقانجليا أوريدي هيصى موجودة قبله مش موجودة بعد هيك يعني second neuron هو post ganglionic neuron ما حيروح يأثر على ganglia ورا خلاص وهذا رايح يأثر على effector organ فمش ganglia طب بسكيليتر موصل لا ما احنا احكي لسكيليتر موصل ما بتخضع للكنترول في Sympathetic فبالتالي اكيد المستقبلات اللي حيكون ما احنا مودين لها الاسيتالكولين حتكون مسكر عن الكريسيبتور تمام تمام و Sympathetic حيامل ريليز للنور إبنفرين غالبا اكي عشان يعمل Activation الادرينيرجيك ريسيبتور زي مبارعا مين ألفا و ألفا و سبتايبز تبعونها و بيتا والسبتايبز تبعونها الحين Sympathetic post ganglionic fiber زي ما حكينا هي بتفرز النار إبنفرين بدرجة أكبر بثمانين بالمية والإبنفرين بدرجة ايش بدرجة أقل هي عشرين بالمية عشان تعمل Activation للادرينيرجيك ريسيبتور تمام تمام الحين بالنسبة للدول انيرفيشن اوكي اوكي هسا هنلاحظ انه في عنا كثير organs بالجسم بصير لها supply by two divisions من الـ Autonomic Nervous System هي Sympathetic and Parasympathetic تمام فأكيد كل واحد منهم احنا حكينا غالبا حيكون في عندهم الأفكت متعاكس تمام فإذا Sympathetic بعمل كذا الparasympathetic حينقض الموضوع حيعمل العكس تماما فهسا حنيجي نشوف كيف يعني مثلا فالparasympathetic اوكي الدفجن تبعته بتعطيني short-lived and highly localized control تمام تمام طب احنا كيف حددنا هاي الشغلة الشغلة هاي تتبع على شغلة معينة تبعا للـ Neuro Transmitter Release والـ Organs Involved كيف يعني الحين الـ Parasympathetic Division لما يجي بده يعمل Release للـ Neuro Transmitter تبعه لما خلص بده يوصل للـ Factor Organ يعني هو Second Neuron اللي بدي روح يحفزنا لـ Effector Organ لما يعمل release للـ Neuro Transmitter بعمله release بشكل جدا سريع تمام تمام ولما يعمله release بشكل جدا سريع بالـ Effect تبعه بيكون قصير اوكي وهم شغلة كمان انه لما يروح يفرز للـ Effector Organ اوكي الـ Effector Organ بيكون highly localized فأنا مثلا اذا رايح اأثر على gland معينة بس هاي اللي gland هي الوحيد اللي حتتأثر اللي حواليها ما حيتأثروا اوكي Highly localized و Very Short Effect لانه release سريع للـ Neuro Transmitter والـ Organ اللي احنا ضمنينه هو Organ واحد بيكون Highly localized فقط ما بيأثر غير على هذا الـ Organ بالنسبة لـ Sympathetic الموضوع مختلف شوي اللي بيكون Long Lasting وطبعا زي ما حكينا بيكون العلاقة بسرعة اللي احنا بنعمل فيها release للـ Neuro Transmitter وبيكون الهدف Fuse Effect ليه لانه احنا مثلا لما يتفعل Sympathetic Inover System فجأة هتلاقي انه دقة القلب زادت الـ Ventilation زاد هيك يعني الجسم بيصير بحالة هيجان اوكي فبيكون الـ Effect تبعهم diffuse على اكثر من الـ Organ اوكي اوكي الحين في اي لحظات بيكون Sympathetic Nervous System هو Dominant اوكي زي ما حكينا بحالة بسميها اللي هي Fight and Flight اوكي اوكي فالSympathetic Response Dominant during Physical or Emotional Stress اوكي سميها E-Situation لنهم ايش كل ايش كل ايش هتلاقوا الكلمات كلها ترتدأ بحرف الـ I ففي حالة Exercise مثلا واحد لما يكون بيركط بيكون هو الشغال اوكي حالة High Emotional High Emotional Stress عالي هاكي قصص في حالة Emergency مثلا الواحد طلع لقى حية قدامه لقى أسد قدامه اوكي سمباثتك هيكون هو اوكي او في حالة High Emotional هيكون برضو السمباثتك هو اللي مصحضر الحين response منسميه flight fight and flight response تمام تمام اوكي الحين السمباثتك nervous system receptors حكينا السمباثتك اوكي كونوا بيعملوا release ل بريفرن و بريفرن فمسميهم Adrenergic receptors وهم عبارة عن two types alpha and beta الالفة الهم subdivisions والبيتا الهم subdivisions اوكي اوكي والسب divisions هاي مثلا هلاقي الالفة receptor موجود بمكان معين ولما يصير في release للنيروت رازمتر هذا هذا المكان هيصير على التأثير اللي هو according لسمباثتك فكيف مثلا فمثلا هلاقي البلود فيزلز اوكي هلاقي فيهم نوع receptor معين بسمي الالفة receptors تمام او alpha one receptors اوكي اوكي فonce انه صار لهم تحفيز بغسط السمباثتك نير في السيستم واجا اللي عنا النار ابنفرين وارتبط بهذول الالفة receptors الموجودين بهذول البلود فيزلز ايش حصينا للبلود فيزل بيزو كونستركشن تمام تمام بس يا حذركم هاي البيزو كونستركشن احنا عن ايش قصدنا قصدنا عن البلود فيزلز اللي بتغذي الاسكيليت المسلز ولا البلود اللي موجودة بالانتاير بدي حاليا احنا قادم نحكي عن البلود فيزلز اللي موجودة بالانتاير بدي اللي هي البلود فيزلز اللي بتكون العروقنا اللي جوه مش اللي بتغذي الاسكيليت المسلز لانه في حالة fight and flight اكي ان مثلا واحد شاف اسد قدامه ايش هيعمل هيرقض تمام تمام هاي الشغلة معناها ايش انه الاسكيليت المسلز حاليا حيتشغلوا كثير وكوونهم حيشتغلوا كثير معناها الميتابولزم حيزيد واكيد ما حخلي هي الميتابوليك ويست موجودة هناك مثلا لاكتك أسد اكيد حياملتش النجات فاحنا لازم نظل نغسل المنطقة وننظفها باستمرار ونزيد السابلاي عليها اوكسجن بدها اوكسجن بدها غلوكوز عشان ننتج اي تي بي وهيك فبالتالي لازم البلد سابلاي على السكليت المصل بحالة الفايت ان فلاي تزيد فعشان هيك حلاحظ انه مستقبلات اللي بتفعلي او بتتأثرلي على البلد فيزلز اللي بتغذي السكليت المصل مختلفين مش الفا ون هيكونوا بيتا تو تمام تمام والأفكت هيكون مختلف فيزو دياليتيشن اوكي اوكي فحرفيا حاليا احنا قادمي نحكي عن الالفا ون الالفا ون الالفا ون ريسيبتورز موجودة بالبلد فيزلز اللي هما عاديا بجسمنا اوكي اللي بتغذيلي الورغانز اللي جو اوكي فمثلا واحد مثلا البلد فيزلز اللي بتغذيلي الاستومك على سبيل المثال انا شو بيدي الاستومك تكون تهضم اكل ومثلا حاليا انا في خطر اوكي فيعني مش وقت الهضم فبالتالي احنا منقل البلد سبلاي ومنوجه البلد سبلاي لمناطق اهم مثلا وين للكوراناري ارتريز بوجههم للاسكليت المسلز للبراين اكيد هاي المناطق لازم السبلاي عليها يزيد بحالة الفايت ان فلايت اوكي فالمهم الفا ورسيبتورز بتكون موجودة على البلد فيزلز بس البلد فيزلز غالب موجودة بالانتائر بادي اوكي اللي بتغذيلي الانتائر للأورجنز والفايت تبعهم وانس ان نرتبط فيهم احد النيورو ترازمتر المتعلق بالسيباتيك نيربس سيستم هيكون ايف بيزو كوستركشن اوكي بالنسبة لالالفا تو ريسبتورز اوكي الالفا تو ريسبتورز هيكون متعلقين بشغلة مسميها انهبشن اوف نيجاتيف فيدباك اوكي شو معنى كلمة انهبشن اوف نيجاتيف فيدباك وانس انه مثلا اتفعل عنا السيباتيك نيربس سيستم اوكي اوكي وصار عنا ريليز لانه نور ابنفرن بشكل كبير اوكي اوكي فالجسم ادرك انه احنا افرزنا نور ابنفرن بشكل كبير فوي هاف تو ستوب الريليز اوكي مين بتفعل بتفعل الالفا تو ريسبتورز اوكي بترتبط بهذا النور ابنفرن وبتعمل بلوك للريليز لنور ابنفرن بشكل زيادة اوكي عشان امنع الافكت الزايد اوكي فهاي هي الالفا تو ريسبتورز هاي هي شغلتها بالنسبة ل البيتا وون ريسبتورز وين بتكون موجودة بتكون موجودة بالايفي نوتز بالهارت بشكل بالهارت بشكل يعني بشكل مش بشكل كامل هي موجودة بمناطق ثانية بس نقدر نحكي بالهارت موجودة اوكي فوين بتكون موجودة بالهارت بالايفي نوت بالتوصيل الكهربائي تبع القلب الـ AV node البركنجي فايبرز الـ SA node كل هاي الأشياء فهي وين بتكون موجودة؟ بتكون موجودة بالـ AV node طب لما تكون موجودة بالـ AV node ايش هتعمل؟ حتحفز انه صار فيه عندنا contraction زيادة للقلب تمام؟ طب وانه صار فيه عندي contraction زيادة القلب بنقبض بشكل كثير سريع ايش معناها؟ الـ heart rate حتزيد ونصف الوقت لـ struck volume حيزيد طب شو معنا كلمة struck volume؟ amount of blood that leaves the left ventricle او الكمية الدم اللي بضخها left ventricle بكل دقيقة ايثينك اوكي فهي معناها الـ stroke volume طب الـ stroke volume على ايش بيدل اذا زاد الـ stroke volume معناها انه contractility تبعت القلب كثير كبيرة اوكي فبننعرف مثلا الـ beta-1 receptor وين بيكون موجود؟ بيكون موجود بالـ AV node بيكون موجود بالقلب ان جنرال لما يصير الو تفعيل بواسط النور بنفرن ايش حيصير فيه زديد الـ heart rates وحيصير فينا الـ stroke volume كمان بزيد الـ beta-2 receptors اوكي طبعا موجودة بكثير مناطق منها الـ lungs منها skeletal muscles ايه قصد منها blood vessels الموجودة بالـ skeletal مش skeletal muscles skeletal muscles حكي انني كنتينك فقط الـ blood vessels الموجودة بالـ skeletal muscles والـ blood vessels اللي بتغذي الـ heart واللي ايش منسميهم احنا coronary arteries تمام؟ تمام فالـ beta-2 receptors بتكون موجودة بالـ lung اوكي اوكي فخلينا نفكر فيها ما بدنا نبصم بدنا نفكر فيها بشكل منطقي اوكي حدا اجا وحالينه بخطر وشاف مثلا قدامه اسد اوكي كرد فعل طبيعي انه هذا انسان حيخاف وحيروح حيبلش انه يركض تمام؟ تمام لما يركض كيف هيكون اصلا الواحد يعني لما يخاف اوكي يعني احنا مثلا احنا كبشر لما نخاف طبيعي انه التنفس عندنا يسيريزيت اوكي فالسبب ايش انه هاي البيتاتو ريسبترز صار في الريز طبعا لنور إبنفرين فاتفعلت هاي ريسبترز وصار عندنا الفينتليشن ايش زايد كثير اوكي فتفعيل السمباتاتيك نيربس بالنسبة لللونج حيعمل ايش حيزيد الريسباريشن عندنا فيس هاي اول بوينت لما تكون باللونج ايش حيصير فيه عند الواحد برونكو دايليشن اوكي فبصير اكيد لازم عندي بيزو دايليشن اوكي اوكي هاي اول نقطة ثانية نقطة زي ما حكينا بالنسبة للبلد فيزلزل اللي بتكون موجودة بالسكليتال مصرز والهارت او هي الكورنري ارتريز هذول اللي لازم يكون عليهم بيتاتو ريسبترز للا ان انا ما نكون بحالة خطر هذول المناطق لازم تصلهم بكثير بلد سبلاي اوكي اوكي فمستحيل اعمالهم بيزو كونستركشن لازم يكون فيه لهم بيزو دايليشن اوكي اوكي وفيه بوينت برضو احنا لازم نكون نفهمينها انه السمباتاتيك نيرفز سيستم هو المين اه المين ديفيجن من النيرفز سيستم اللي بتتحكم بالبلد فيزلز اوكي يعني الحين ممكن الواحد يكون نفكر انه البلد فيزلز بتحكم فيها سمباتاتيك والبارة سمباتاتيك او لها دول انيرفز سيستم زي ما حكينا في اعضاء بيكون لها دول انيرفز سيستم بنستثني حالة انه السمباتاتيك اللي هي البلد فيزلز البلد فيزلز او مينلي مش توتالي مينلي سبلايد باي 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 سمباتاتيك نيرفز سيستم يعني بحالة النورمل اوكي الجسم بدون ما انه الواحد يكون باخر ادوية لا الجسم الطبيعي يعني بتكون مين المسيطر مينلي بتحكم بالبلد فيزلز اللي هو مين السمباتاتيك نيرفز سيستم فبلاقي ريسبتورز بتعمل بايزو كونستركشن وبلاقي ريسبتورز لما الواحد يفعلها بتعمل بايزو كونستركشن اوكي اوكي هاي الاشي اللي نكون احنا فاهمينه اوكي فايش هو السمباتاتيك ريسبونس يعني لما الواحد سير في تفعيل السمباتاتيك نيرفز سيستم ايش هيكون الريسبونس فأول شغلة بالنسبة للهارت زي ما حكينا الهارت بيتس هتصير أسرع and more forceful الواحد بيحس قلب وديتطلع من مكانه فالهارت ريت حتزيد والستروك فولي ما حيزيد ومين حكينا الريسبتورز بتكون موجودة هناك اللي هي برا عن مين البيتا 1 تمام البيتا 1 ريسبتورز البلد برشور إيش حيزيد عليه حكينا إنه كوني أنا هسه حاليا مش قاعد بحكي مش قاعد بحكي عن البلد بيزلز اللي بتكون موجودة بالسكليت الموصلز وموجودة على القلب لا قاعد بحكي عن بتكون موجودة بالجسم بشكل عادي هذول حيصير عليهم لأنه فعلنا الالفا 1 ريسبتورز فحيصير فيه كونستركشن لهذول البلد بيزلز فمثلا البلد بيزلز اللي بتغذي الباولز اللي بتغذي اللي هي الأورغانز الداخلية هذول أكيد حيقل عليهم البلد سبلاي تمام بالنسبة للرسبراتوري الإيرويز حيصير لهم داليتيشن عشان نسمح بدخول أكبر قدر من الأكسجن للجسم فحيصير فيه برونكو داليشن هولا قينا أنه بلد بيزلز ثانية البلد بيزلز اللي حتكون تغذي للسكليت الموصلز لازم يسير عليهم فيز داليشن بأمر من تفعيل ايش اللي هو البيتاتور ريسبتورز وخصصا ايش كمان حتى اللي هي الكورناري أورتريز البيوبلز ايش حيصير في عليهم حيصير عليهم مادرايسيس مادرايسيس يعني حدقة العين حتتوسع اللي هي الدائرة السودة اللي موجودة بالعين مش البنية اللي هي السودة حتتوسع ليه عشان أسمح بدخول أكبر قدر من الضوء للمنطق هاي عشان الواحد يكون مفتح وشايف منيح ف ايش مسميها اللي هي المادرايسيس تتوسع حدقة العين السويتينج السويتينج حيزيد ليه حيزيد السويتينج الحين الاسكليت الموصلز لما تعمل كنتراكشن بشكل كبير 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 ايش بيصير في عنا انتاج حتى يعني احنا لما ننتج الATBs and so on فيندي كمية من الطاقة هاي بتروح as heat فهاي الحرارة اذا تخزنت الواحد بدخل بحالة من سميها ماليقنة هيبرثيرميا بتصير انه الحرارة زايدة وحالة emergency وبتكون يعني الواحد close to death فلازم الحرارة هاي يتم تفريغها اوكي طب كيف احنا بننفرغ هاي الحرارة باي سويتينج اوكي فالبصير السويتينج عالي جدا ليه عشان نطلع الاكسس هيت اوكي اللي بتنتج عن ايش الفيزيكال اكزيرشن اوكي اخر شغلة بسبب الديجستيف الديجستيف واليرانري اكتيبتيز مش كثير اوكي في حالة في حالة الخطر اوكي فبالتالي السمباثاتيك سيستيم بعمل انهبشن مش اولوية حاليا اولوية ويوانتو سورفايف اوكي فمش اولوية في حالة threat بالنسبة لال ال پاراسمباثاتيك اوكي فال پاراسمباثاتيك بيكون dominant في حالة ال quiet بحالة relaxed situations اوكي بيكون لهم general housekeeping activities مثلا digestion مثلا ليه حالة relaxation كيف لما الواحد يكون متمدد ومرتاح وما ورا اشي وهيك حالة relax كاملة هما هو الـ البياني اللي بيكون شغال فبيعملنا promotion لحالة rest and digest حالة الراحة والطمأنينة وهي الامور and it conserve and restore body energy يعني هي بتكون حالة الجسم مرتاح فيها بنكون احنا محافظين على الطاقة ومش انه مثلا بحالة threating and so on also it increase digestive and urinary function فال urinary function والdigestion حاليا بسمها rest and digest اوكي بهاي state بيكون blood supply اصلا على entire organs and so on بيكون زايد لانه احنا مش بحال danger انا مش قاعد بشغل السكليتر المصد مرتخين تماما وبيكون هيك الواحد بحالة relax بحالة هدوء فحاليا نقدر نتجه للأوليات الثانية مثلا يصير في درجة شاني يصير في هنا activation ل urinary function وبرضو بنعمل زي ما حكينا فيش physical activity فيش حالة danger فيش ركب فيش هاي الامور فبالتالي حتى ما بيكون في عنا ventilation عالي امس هون فهنا حريجي نحكي سريع اش هي التأثيرات اللي بتصير حكينا لما نحكي عن sympathetic فال pupils اش حصير عليهم dilatation او مساميها madrasis اوكي madrasis الheart حيزيد الheart عنا stroke volume and so on الairways حيصير عنهم dilatation ضروري dilatation السويت glans حنزيد secretion of sweat عشان نتخلص من الحرارة الزايدة وما ظلها مكتومة في جسمنا for the liver حتزيد rate of glycogen to glucose انا حاليا محتاج الكلوكوز عشان انتج ATB فبتالي حنزيد تكسير الكلوكوز هون حلاحظ ان لا احنا اليريناري حيصير في relaxation للبلدر اوكي relaxation ايش معناها انه حاليا احنا مش حنحتاج اوكي relaxation مش انه بيصير في عليها contractions اوكي في حالة البارس باتتك حلاحظ رحيصير في contractions اوكي عشان نزيد الoutput لهم حتى اليوتيروس حيكون ايش اليوتيروس حيصير في البيجونal contractions زي في حالة الولادة مين production of adrenaline اوكي كونه اسمها adrenaline هتنتج الادرينالين ليه الادرينالين هو هيتحول الى noreadrenaline ويوجد norepinephrine اوكي في ما بحف تخذها بالبيوكم ولا لا بس هتور عليكم بكل احوال لما يصرف عنا انتاج احنا بالعدم ننتج الدبامين اوكي والدبامين بعدين بتحول الى adrenaline والادرينالين بعدين من حول كان هنا بالsympathetic يصير في عنا dilatation أو madrasis هنا يصير في عنا meiosis ما يسميها meiosis اللي هو عبارة عن إيش إنه حدقتل عين البيوبل بيصير عليها جسمه بيصير constructed الهارت حتكون في عنا slow heart beat for the A-ways حيصير في عنا construction for the liver حنعمل stimulation لل pile release ليه لل pile release حنكون في حالة هضم مثلا فبحتاج ال pile او حتى مثلا الواحد بيصير يخزن بيخزن ال glucose as glycogen كمان كونه في حالة رست احنا for the blood vessels ايش حيصير في عنا حيصير في عنا construction المقصود هون بالconstruction هزي ما حكتلكم احنا غالبا 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 ال blood vessels بيصير عليهم controlled by what controlled by the by the synthetic nervous system هو اللي بكون حرفيا متحكم فيهم بس احنا هون اذا بنحكي على النقيض اوكي فحك اكيد كونه هون بيصير في عنا dilatation هون بيصير في عنا شو اسمه dilatation المسلس في حالة السماثاتيك هون حيصير في عنا construction طبيعي بس في قاعدة لازم نفهمها قصة صنحة كبيرة حتفيدكم بالفارما السنة الجاي ان شاء الله انه السماثاتيك ماله كبير يعني ممكن بس ان جنرال المين اللي بتحكم بشكل غالبا او بشكل على ال blood vessels هو السماثاتيك اوكي فزي ما حلقينا لقينا فيه عند الريسيبتور التعمل للنفيزو كونستركشل ريسيبتور تعمل للنفيزو كونستركشل ولكن ليه ممكن انا يكون في عندي ريسيبتور خاصة بالباراسماثاتيك موجودة بال blood vessels اوكي الهدف من هاي الشغلة انه الواحد احيانا بيحتاج ياخذ external supplement يعني مثلا الناس اللي بيكون عندهم مرضى الضغط alpha one receptor لا مش alpha one اوه والله مش مذكر بس ان جنرال يعني ممكن في حالة الاكسوجينس يعني لما الواحد بدي يكون ياخذ ادوية ضغط او اشي زي هيكة ممكن 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 انه ياخذ ادوية لها علاقة بالاستيلكولين بس ان جنرال احنا دايما متجه للسماثاتيك اوكي فحنا لاحظ انه في عندنا ادوية الضغط في عندنا مثلا في منهم alpha blockers alpha one blockers فكل اياتهم هتلاقوهم alpha و beta اللي هم الا علاقة بالسماثاتيك اوكي بشكل عام البراسماثاتيك بمتعلاقة كثير بال blood vessels بس احنا بنحكي دايما البراسماثاتيك تأثيرها العكس او النقيض تماما للسماثاتيك بالضيجستيف سيزيد اكيد عنا الاستيميليشن اللي الو حيزيد عنا الهضم ولليوترس حيزيد في عنا ريلاكسيشن ولليورين الري ساستيم هنزيد الكوندراكشن في البلدر عشان نعمل او نزيد الاوتبوت اي تنك اك اوكي ان شاء الله حاليا بكون خلصت شرح المحاضرة بتمنى بتمنى انو الافكار وصلتكم محاضرة جدا سهلة او جدا بسيطة مهم جدا 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 انها تفهموها كثير منيح لانو السنة الجاي ان شاء الله الفصل الاول حيكون في عندكم الفارما والفارما حتقض فيها تطبيقات أدوية على هاي الموضوع وموضوع كثير interesting وكثير منيح لتكونوا فهمين وكثير بسهل عليكم لقدام باب تدرسوها منيح ومحاضرة كثير بسيطة وأي سؤال أو استفسار لا تتردد تتبعثوا لي إحنا جاهزين جاوبكم على أي استفسار عندكم وموفقين إن شاء الله باختباراتكم تفكرون العافية